اشتركوا في القناة الدرس بتاعك لانه الكم او الهندسة او الرياضيات او اي مادة متى هي كم بنائي يعني متتالي او فوق بعضه النهاردة حنبدأ بازن الله في حساب المثلثات حساب المثلثات وحناخد النسب المثلثية للزاوية الحد حساب المثلثات كده كمقدمة كده قبل ما نتكلم فاي حاجة ان القدماء المصريين وعلى فكرة هذا الكلام ليس الاستهلاك هذا الكلام موسق ودوليا وموسق علماء وتاريخ واحداث حدثت بالفعل وكان هذا له الصدى اللي انا بقوله دلوقتي ان حساب المثلثات والذي سنبدأ في ارضه في هذا الفصل الدراسي الاول هو حساب المثلثات هو من تكوين او من ابداع المصر القديم لانه من فترة من هم طبعا بيقولوا اربعة تلاف سنة وخمس سنة انا بقول ان الموضوع اعلى وابعد من كده يصل الى عشرين الف وسبعة وعشرين الف كما قال بعض العلماء ان الحضارة المصرية قديمة قديمة جدا ليه بقى لانه حين تعرضوا لدراسة البناء الهرم وعلاقة بين ما وصل اليه الابداع المصري في هذا البناء كان ليه اكيد كان ليه بارتكابلات واساسيات اديمة وعلوم اديمة متراكمة عشان يصل الى هذا الفهم وهذه القدرة من الابداع عشان ينتج هذه الصمار مش معقول انه النهاردة قبل الميلاد بتلات تلاف سنة يلا نبني هرم فعدنا نبني هرم بهذا الابداع لا ده اكيد الموضوع ده نتاج تراكم حضارة اقدم بكثير هذا الكلام يعني بالعقل يعني فاذا حتى النظرية اللي انت درستها قبل كده نظرية فيسا غورس هو فيسا غورس لم يقدم النظرية النظرية كان يعمل بها البناء المصري القديم يعني ويفهمها جيدا وهو رجل ليس عالم وليس 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 حاجة خالص لكنه كان يستخدم نظرية فيسا غورس هل كان يجي فيه فيسا غورس ما كانش فيه فيسا غورس لكن فيسا غورس قدم برهان لهذه النظرية هذا الكلام موصق وهذا الكلام طب لما سميت هذه النظرية بنظرية فيسا غورس لانه قدم البرهان حينما قسم او رسم مربعات على اضلاع المسلس وقتها بالعلاقة بينهم فقدم هذا البرهان فسميت لبرهانه وليس لإبداعه لكنه كان اكتشاف مصري نزيد في الصغرس تعالوا نخش إلى النسب المثلثية والحاجة إلى هذه النسب المثلثية كان يمكن زمان المصر لا توجد ساعة كانش فيه ساعة فحين نضع الساعة كده عشان الشمس المصري يستخدم دماغه ويستخدم البيئة الموجودة معاه فوضع عصا على الأرض وهنا الشمس بتصدر أو بتبعث الإشاعة الإشاعة بتاعتها على هذا العمود اللي موجود على الأرض فهذه هو الشمس وكده الأرض هي لما اجاب بص كده ايه اللي حصل العصايا دي لها ظل على الأرض هذا الظل هيبقى مرسوم هنا كده يعني الشمس تيجي كده فالظل هيبقى يا إما جاي كده يا إما جاي كده يا إما جاي كده يا إما جاي كده حسب متلف الشمس حوالين هذا العمود فلو أنا بصيت كده ورسمي الظل كده هو وطبعا الزاوية بتبقى قايمة هنا العمود ده عمود على ده كده والزاوية قايمة فالأشاعة بتبقى نازلة كده فافترض أن أنا عندي شكل شكل لمثلث قائم وعايزين نحسب الساعة كام فقالك حسب طول هذا هنقدر نحدد الساعة كام إذا لفت بهذا الشكل فنعمل هنا تدريج 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 ونبتدي نقرأ الساعة كام وهنا كان يعني أهمية لإيجاد النسب المثلثية هذا كان مدخل للنسب المثلثية وأهمية دراستها في الوقت الحالي طبعا خرجنا من هذه الأفكار إلى طبعا نظريات وأفكار جديدة ساهمت في بناء طبعا الحضارة اللي احنا عايشينها دلوقتي فأصبح نقدر نبني عمارة ونبني أصر ونيعمل كبيري ونيعمل كلها من منتج أو مخرجات أو من نتائج هذه النظريات فإذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية لأن اتفقنا أنه هو كان بيتكلم عن عمود مدقوق ومحطوط في الأرض يبقى العمود لازم يبقى عمودي على الأرض فلما يجي يوصل كده يبقى عمل وطر اللي هو كان الضل أو الشعاع اللي خده من الشمس فأصبح ده وطر وأصبح كده وهو سمي وطر لو أنا حطيت دي هنا وحطيت دي هنا ووصلت كده الدل بتاع الحسن وعملتها هيصدر صوتا فسمي وطر يعني لهذا الشكل تعالى نعمل كده ونسمي هنا ألف به جيم مسلث قائم الزاوية وده الوطر بتاعه وأنا عندي في المسلث داخل المسلث تلت زاوية واحد اثنين ثلاثة فإذا كان المسلث قائم الزاوية يبقى أنا عندي زاويتين حدتين لا يوجد فأي مسلث أكتر من مسلث قائم الزاوية أكتر ولا أقل من زاويتين حدتين هذه الزاوية الحد هي لها ضلعين أنا عارف أن تعريف الزاوية هي رأس وضلعين اتقطعوا أو مع بعض أو اتحبوا مع بعض في كوانوا هذه الزاوية إذن معنى كده أن هذه الزاوية ممكن تتفتح وتتقفل حسب طول هذا يعني لو عملت كده وعملت كده لو أنا أسرت العمود ده يبقى أنا الزاوية دي بتاعتي بتزغر أهو كده بتزغر كلما كبرت العمود بتاعي معنى كده إيه أنه في علاقة زي ما أنت خدتها في تاني اعدادي بين الزاوية وبين الطول الضلع المقابل لهذه الزاوية فإذا كان وطرا فيتبقى هذه الزاوية زاوية قيمة فأصبحت هذه الزاوية حد المحصورة بين ضلع جنبيها كده بسميه الضلع مجاور وهذا الضلع اللي أنا بسميه الوطر خلي بالك بقى التسميات دي مهمة جداً بينما هذه الزاوية لما جينا ندرس فيه تاني اعدادي قلنا لها علاقة بطول الضلع المقابل لها فإذا صغر صغرت وإذا كبر كبرت فهذا هو الضلع المقابل له هو الضلع المقابل لهذه الزاوية طيب حاجة جميلة قال لي أنا عندي الزاويتين دول زاوية ألف وزاوية جيم هما زاويتان متتامتان يعني الزاوية دي وزاوية دي قياسهم تسعين درجة يعني عايزة افتكر كده الكلام ده إنه إذا كان قياس زاوية ب تسعين درجة فإن قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب على بعد كده بتسعين درجة فبقول عليهم زاويتان متتامتان متتامتان يعني مجموحهم تسعين درجة فإذا قلت الزاوية دي تزيد الزاوية دي وإذا زادت الزاوية دي تقل الزاوية دي بقى في علاقة لأنهم مجموحهم تسعين درجة طيب وبعدين قلي أصله في علاقة بين الظل بتاع الزاوية لما تيجي هنا بيبقى فيه ظل مش كده الظل ده بيعمل إيه بيعمل حاجة زي الجيب هنا كده طيب إيه اللي بيخلي الجيب ده يطلع يكبر ويصغر ويتحرك فهسميه جيب جيب الزاوية جيب الزاوية مش احنا كده عامل زي الجيب اهو الشكل كده عامل زي الجيب صح؟ اهو جيب الزاوية ايه جيب الزاوية ده قادي علاقة بين الوطر وعلاقة بين الضلع اللي عمالي يكبر ويصغر اهو كل لما الجيب ده بيصغر كل لما أنزل كده ويكبر كده يبقى المقابل لما بيكبر الجيب ده بيكبر لما بيصغر الجيب ده بيصغر ففي علاقة بين المقابل وبين الوطر النسبة بين المقابل والوطر بسميه جيب الزاوية يعني جيب الزاوية أو تعالوا نختصر كده كلمة جيب ناخد منها الجيم والزاوية ناخد منها الألف فحسميها جا يبقى هذه النسبة تسمى جا حتى في الإنجليزية حيقولوا عليها اسمها تان عشان لما لقيها على الآلة الحزبة بتاعتي طيب جا أو تان بتاعني الزاوية بتاع زاوية جيم الزاوية دي ايه العلاقة؟ العلاقة بين المقابل وبين الوطر مقابل ووطر يبقى جا جيم بيساوي المقابل على الوطر يا سلام ادي العلاقة جا جيم هي علاقة بين المجاور على الوطر طيب وبعدين قال لي خلي بالك النجاة الجيم هي المقابل على الوطر طيب قال لي هذا الجيب له متممة مش له متممة احنا قلنا ده والدول زيوتين والتمتين فبقوله الجيب التمام بتاعها اللي هو ده يعني بيعمل ايه قال لي ده له علاقة بالضلع المقابل لها دي اذا صغر دي بتصغر اذا كبر دي بتجبر فقال لي طب انا ممكن لو اعرف الزوية دي هقولك دي ازاي حدرس دي وحشوف ده كبير ولا صغير وبتاع وهتاوصل لي علاقة بين الاتنين وهقول له دي بتلاتين تبقى دي بستين دي بخمسين تبقى دي كذا فانا اقدر اجيبها من علاقة دي من علاقة المتممة بتاعتها فبقول عليها جيب بس مش جيب الزوية نفسها بقى مش جيب الزوية نفسها المال ايه قال لي ده جيب تمامها المتممة بتاعتها جيب تمام الزاوية تعالوا نلخص هذا الشكل ونقوله ان جيب الزاوية زي ما اتفقنا اهو هنقول جيب الزاوية اللي احنا سميناه جا اللي هو احنا قلنا المقابل على الوطر ده سميناه جا الزاوية طيب اما جيب الزاوية المتممة لها يبقى جيب تمام الزاوية اللي هو ايه اهو تعالوا بقى نشوف احنا جيبنا الجيب ده قلنا المقابل على الوطر لكن لما جيب ده قال لي لا انت هتاخد الضلع ده تبقى الضلع ده بالنسبة للزاوية دي هل ده مقابل ولا مجاور مجاور قال لي خلاص هنقدر اجيب لك جيب تمام الزاوية دي المجاور الزاوية دي بس على الوطر يعني علاقة بين المجاور والوطر فحسمي هقوله المجاور على الوطر يبقى جيب تمام هذه الزاوية يساوي الضلع طول الضلع المجاور على الوطر تعالى نشير نقول جيمة دي الجيمة هي تمام نخد نعمل لها ته وبعدين الزاوية نعمل لها الالف فحسميها جتاء يبقى انا عندي خط دلوقتي جا وجتاء طيب يبقى انا عندي جا الزاوية المقابل على الوطر جتاء الزاوية المجاور على الوطر طيب احنا شفنا علاقه قال لي طيب انا الزل ده بتاع الزاوية بيحصل بين ايه مش ده وطر اه طيب هو الوطر اللي الشعال الموجود ده هو علاقة بين ايه قال لي علاقة بين الضلع ده والضلع ده يعني بين مقابل وبين وطر اللي هو قلت عليه الميل زمان فرق الصدات على فرق السنات قلت عليه الميل اللي هو هذا على زيك الضلع المقابل على الوطر فاذا كان مقابل على الوطر ظل الزاوية فهقول كده ان هناك ظل الزاوية الله ظل الزاوية اللي هو كان علاقة بين مقابل ومجاور طيب تعالى ناخد كلمة الزا او حرف الزا فحنعمل زا وتعالى ناخد الالف من الزاوية يبقى هيبقى اسمه ظا الزاوية يعني ظل الزاوية يبقى انا عندي جا وجا وزا اللي هو ظل الزاوية بالتأكيد هتكلم عن الزاوية للنحية التانية فتبقى المتممة يبقى اللي هو ايه بقى اللي هو متممة الزاوية فحتبقى متممتها فهتبقى جيب تمام الزاوية او ظل تمام الزاوية عشان كده هناخد ظل تمام الزاوية اهو عشان يبقى المفاهيم بتاعتنا اخر حاجة كده ظل تمام او متممة الزاوية احنا قلنا الظل هو عبارة عن المقابل لو انا عايز اجيب ظل الزاوية دي المقابل عن المجاور طب لو عايز اجيب ظل تمامها يعني ظل بتاع المتممة بتاعتها يبقى هياخد ده على ده اللي انا مسميه ايه مجاور على مقابل فيبقى عندي هنا اللي هو حيساوي مجاور على مقابل اللي هو ظل تعالى ناخد الزا التا اللي هي التمام ناخد التا الزاوية ناخد الالف فتسمى زطا يبقى انا عندي الجا الجاتة الزا وبعدين الزاوية الاربع نسب مسلسية انا هقدر افك بيهم وحل بيهم المسلس بمعلومية ضلع اقدر اجيب ضلع اطوال الضلع التاني واقدر اجيب قياسات الزاوية واقدر اجيب حاجات كتير قوي بمعلومية ضلعين في المسلس لانه بجيب علاقة بين الاتنين وبعد كده هاخد هذه النسب وحولها هذه النسب تبقى بالقياس الدائري زي ما قلنا انه كان بيقيس حساب دايرة 360 درجة كانت موجودة كده فبيحول هذه الاطوال من اطوال الى درجات مش كده من اطوال الى درجات تعالوا نشوف كده لو احنا خدنا مسلس وديتك اطوال اضلع تقدر تجيب طول الضلع التالت او تجيب ظل الزاوية اللي موجودة تعالوا نرسم مسلس وزي ما اتفقنا احنا دلوقتي كلنا بصدد دراسة الكلام ده في المسلس القائم الزاوية ليه المسلس القائم الزاوية له علاقة بالعصى اللي كان بيحطها على الارض عشان يقيس الظل ويقيس ويشوف الساعة كام كاحد تطبيقات لهذه النظرية تعالوا نشوف كده اذا كان عندي مسلس قائم الزاوية بهذا الشكل وحاس المسلس هنغير عليه اطوال اضلع كتير فنرسمه سيارب كده ونعمل عليه مجموعة من الامثلة زي ما بنتعود نشتغل مع بعض اهو فتعالوا نشوف كده فيقول لي مثلا ان ده اه بخمسة سانتي وادي الزاوية القائمة وده بربعة سانتي وبعدين ادي الف بجين هو عايز يجيب جا الف او جاة جاة الف زائد جاة جين عايز يشوف لي ده عايز يجيب النسب دي ويجمعها على النسبة دي اهو بيقول لي ايو كده طبعا انا تطبيقا على اللي انا خدته انا بقى دلوقتي هزاكر وعشان ما اطلقبطش هعمل ايه انا عندي جاة الف فين الف احطي ايدي على الف عندي جاة جيم فين جيم احطي ايدي على جيم او جاة جيم طبعا اعمل ايه عايز جاة الف اجيب جاة الف لوحدها جاة الف طبعا بس تمهيدا كده بعد كده انا هلاقي نفسي بقى بعرفها بسرعة مش محتاجة ان انا اعمل موضوع ده مين ده اللي هو به جيم يعني اللي هو به جيم على الوطر اللي هو الف جيم صح ولا لأ تمه يعني ده يديني اربعة على خمس صح طيب تعال نجيب جاة جيم ادي جيم اهي الجاة ايه قال للمجاور على الوطر انا بقى كاتب بقى القوانين بتاعتي حطيتها اللي انا استنتجتها دلوقتي سوى انا وانتو وحطيتها قدامي وما عنديش مشاكل ادي الجاة وقادي الجاة وقادي الزا وزي ما اتفقنا كل حاجة موجودة مفيش مشكلة اهو قادي الزل وقادي الزل التمام وقادي كل حاجة نعم كاتبها قصادي حطها في جاة والكده قصادي الجاة مقابل على المجاور الجاة مجاور على الوطر الزاة مقابل على المجاور الزاة مجاور على المقا يعني العكس مقلوبها نشوف ده دلوقتي بعد كده الجاة الجاة هنكتبهم في اربع النساء مثلثات فورا كده حطهم وابتدي احل المسألة بس احدد الزاوية مين مقابلها مين مجاورها فين وطرها هنا هحل اي مسألة اي مسألة بهذا الشكل تعالي نشوف فقا كده احنا جبنا جاة الف بهذا الشكل وقلنا انها طلعت باربعة على خمسة تعالي نجيب جاة جيم جاة جيم ادي جيم اهيه احط ايدي على جيم فين المجاور اهيه اللي هو نايم عليها كده عشان كده يقول لك ايه ده جيب التمام بتاع الزاوية جيم ايه جيب التمام قال لي بقى مطرح ما تنام جيب التمام يعني الزاوية دي نايم عليها مطرح ما تنام كده جيب التمام يبقى ده جيب التمام اربعة على كم على خمس يبقى اربعة على خمس يبقى انا جبت الجاة الف اللي هو ده وجبت ده هقول له اذا جاة الف زاة جاة جيم هتساوي اربعة على خمسة زائد اربعة على خمسة هيساوي تمانية على خمسة يعني واحد وثلاثة على خمسة طيب هذا هو احد المطالب طيب يقول لي ايه اثبت ان انت خلي بقى لحظ احنا شغالين كده لقينا ايه مش ديه الف اه جات الف ودي هنا جاة الف وهنا جات ايه اللي ملاحظين النواتج هنا الله ده انا لاحظت ان جاة الف ادي جات اجيم جاة الف تساوي جات جيم دي تلعب اربعة على خمسة او دي تلعب اربعة على خمسة الحمد لله يعني الاتنين ادي بعض طيب دي طبعا من النواتج اللي احنا جبناه و احنا بنحل يعني احنا تركنا لها بعد كده يقول لي انا عايز اه اه اتنين جاة الف زائد تلاتة جاتا به زائد اربعة خمس حف ايه ايه كلها مسألة تعويض خالص عن الفكرة اللي موجودة فانا هقول لك كده اهو على نفس الرسم ده اهو هنحط شوية مطاليب تانية اه اه تطبيقا او تدريبا على ايجاد الجاة والجاة والزاو هذه الاشياء تعال بقى نشوف كده لو انا هقول لك اه اه اوجد اهو تعالى وصل نقلب دي كده عشان ما ما يعني طبعا انا ممكن ياولاد اقلب الورقة ورميها بس حرام احنا نقدر نستخدمها وبقى شكلها حلو برضو اهو عندي اه 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 انا عندي اهو لو انا بص على المعطيات كده الاقي مسلس الف بهجيم قائم الزاوية الف بهجيم قائم الزاوية وعندي بهجيم يساوي 4 سنتي وعندي الف جيم يساوي 5 سنتي طيب هو عايز بقى بيقول لي بقى هات كل النسب المسلسية لزاوية جيم نسب مسلسية لزاوية الف النسب المسلسية اللي هي عايز الجاو الجتاوها كسب طيب ليه زاوية مسلا ايه جيم للجيم للزاوية جيم طيب اجاه اجيب بقى الزاوية جيم النصρίة المصال Nummer شير صورة نحنا جبنا يا بتاع الف وجبنا الجتة بتاعة جيم يعني جتة جيم انا ان طالحها اا جتة جيم انا ان طالحها باربعة على خمس عشان ما اعودش حلة garment ايه طيب تعال نجيب بقى الزا اه جيم الزا دي بقى عبارة عن اين? ادي الزاوة بتاعة جيم و ادي الزل بتاعها اللي انا قلت علاقة الزل بقى الزل اللي هو بينتج هنا عشان اجيب الوطر ده علاقة بين اللي هو زي الميل لو انت فكر الميل كده ما خدته سنات ثانية المقابل او فرق السنات على فرق فرق الصدات على فرق ايه خلي بالك فرق السنات على فرق الصدات فانا هقول هنا فرق الصدات كام يبقى ده المقابل على المجاور يبقى فرق الصدات على فرق السنات اهو يعني حيساوي الف ب على بيه جيه. الف به على به جيه. طيب انا عندي الف به مش موجود. لكن عندي مسلس قائم الزاوية. والمسلس القائم الزاوية بيقول لي لمربع المنشأ على الوطر. سيكون مجموعة مساحتان مربعين المنشأين على دلعية القائمة. وانا لو عايز اجيب الدلع في مسلس قائم الزاوية بربع الوطر وربع الضلعان الاخر وتراحهم يديني اه اه تسعة. يبقى ده يديني تلاتة سنتي. اعتقد ان انتو اه دي نظرات في صورة تطبيقها المباشر. يبقى ده بتلاتة سنتي. يبقى اقدر اجيب دلوقتي الزاوية تلاتة على اربعة. فهكتب دي بتلاتة على اربعة. يبقى انا جبت الزاوية. تعالى نجيب الجا جين. الجا زي ما قلنا اللي هي المقابل على الوطر. يعني تلاتة على كم? على خمس. يبقى ده بتلاتة على خمس. الجا تجبناه. اه اه دي يجي بقى يقول لي نفس الكلام ده. وحط لي بقى مسألة اللي هي بقى ايه? اخر مسألة كده المتكلمة. يقول لي ايه? انا عايز اتنين جا الف زائد اه جا جيم. احنا اه المثلثة اهو. اتنين جا الف زائد تلاتة جا مسلا جيم زائد اه خمسة زا الف. ولا ولا في مشكلة. يعني خلي بالك الاعداد المعاملات دي ما فيهش مشكلة خالص. انا جبت كل النسب. هقول له اتنين في او احتحكوز كده واكتبه. في قيمة جا الف زائد تلاتة في. واحط هنا جا جيم. تطبيق مباشر. خمسة في. واحط القيمة ويساوي. انا عندي اتنين جا الف. انا عندي الفة هي. والجا عبارة عن المقابل على الوطر. يعني اه يبقى اربعة على خمسة. فانا هقول له هنا في اربعة على خمسة. طيب. الجا تجي. هدي الجيمة هي. والجا تجي. والجا على الوطر. يعني اربعة على خمس. اربعة على خمس. الجيم. اه هو عايز زا. الف. زا الف. ادي الف هي. الزا المقابل على المجاور. يعني اربعة على تلاتة. اربعة على تلاتة. اصبحت حساب خالص تمانية على خمسة. انا في اربعة تمانية. تلاتة في اربعة باثناشر على خمسة. زائد اربعة في خمسة بعشرين على خمسة. خلاص كده قامتها كلها خمسة. يبقى ذا عشرين على خمسة فيها الاربعة وهنا اربعة يعني هنا عبارة عن عشرين زائد عشرين على خمسة اربعين على خمسة سوفيا الثمانية يبقى انا قدرت اجيب القيمة بتاعة المسألة كلها وما خفتش من اتنين جاء الف جتا الف فالأنا بحث كده هيقول لي طب ربع الجتا تبقى تربيع ربعها في نفسها حاول بقى تشتغل كده واتطبق حط الوراء قدامك ونتقبل ان شاء الله في الحلقة الجاية ابناء وبناتي لوقتي بسرعة عبد يجري لكن على امل اللقاء في حلقة مقادمة كان معكم عادل عبد الموجود فسلام الله عليكم ورحمة الله